متابعين أهلا بكم في جولة على أبرز أخبار أملكة العربية السعودية والعالم لهذا اليوم الاثنين في الثاني والعشرين من كانون الثاني من العام الفين وثلاثة عشرين بداية هذه الجولة ستكون مع خبار من سكاي نيوز عربية والذي عنونا وزير خارجية السعودية لا تطبيع دون مسار للدولة الفلسطينية فقد نقلت روترز عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قوله في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية إنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بدون حل للقضية الفلسطينية داعيا إلى وقف التصعيد في غزة هذا ودع الأمير فيصل بن فرحان لوقف التصعيد في المنطقة والتركيز بشدة على وقف التصعيد تحديدا في غزة وردا على سؤال عن عدم إمكان إقامة علاقات طبيعية دون مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء قال الوزير السعودي هذا السبيل الوحيد لتحقيق ذلك لذا نعم لأننا بحاجة إلى الاستقرار ولن يتحقق هذا الاستقرار إلا من خلال حل للقضية الفلسطينية سوف ننتقل الآن إلى موقع الجزيرة دوت نت والذي عنونا السعودية تحذر من التصعيد وبريطانيا تطور صواريخها في البحر الأحمر فقد أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن قلق المملكة من أن تؤدي ضربات الحوثيين والأمريكيين بالبحر الأحمر إلى تصعيد الصراع في المنطقة في حين أكدت وزارة الدفاع البريطانية عزمها تطوير نظام صواريخها لإسقاط مسيارات الحوثيين فوق البحر الأحمر هذا وأكد الوزير السعودي إيمان المملكة بحرية ملاحة وضرورة حمايتها للمحافظة على استقرار المنطقة مطالبا بتهديئة التوترات في البحر الأحمر هذا وحذر بن فرحان من خطورة تصعود التوتر في المنطقة مضيفا أن السعودية تركز على تهديئة الوضع قدر المستطاع هذا وتشن البلايات المتحدة منذ أيام ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادت في الأسبوع الماضي جماعة الحوثي إلى قائمة الجماعات الإرهابية وذلك بعد تنفيذ الحوثيين ضربات في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية أو السفن التي تتجه لإسرائيل وذلك تضامنا مع الفلسطينيين ومطالبة برفع الحصار عن غزة سوف ننتقل الآن إلى صحيفة رأي اليوم والتي عنونت السعودية ترحب باتفاق خفض التوتر بين باكستان وإيران فقد أعلنت السعودية في بيان لوزارة الخارجية عن ترحيبها باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران عقب التوتر بين إسلام أباد وطهران ووفقا للبيان رحبت وزارة الخارجية في المملكة بالاتفاق وأعربت عن أمالها في حل كافة الخلافات بالطرق الوسائل السلمية والحوار وفق المبادئ الأساسية للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وفي 17 يناير كانون الثاني الجاري أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان محادثات منفصلة في منتدى دافوس بسويسرا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان حيث ناقش أهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومع رئيس الوزراء الموقع في باكستان أنوار الحق أكاكر ونقش خلال الاجتماع على تطورات التي شهدتها الحدود الباكستانية الإيرانية إضافة طبعا إلى القضايا الأقلمية والدولية ذات الاهتمام المشترك الموضوع الأخير الذي ستوقف معه لهذا اليوم نشرته صحيفة الشرق الأوسط والتي عنوانت جوتاريش الشرق الأوسط برميل بارود يكاد ينفجر فقد شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش على أن الوضع في الشرق الأوسط أصبح أشبه ببرميل بارود على وشك الانفجار وأنه من الضروري العمل على منع اشتعال الصراع في جميع أنحاء المنطقة هذا وشدد جوتاريش على ضرورة التوصل على الفور إلى وقف إنساني لإطلاق النار وذلك لتخفيف المعاناة في غزة كما ووصول المساعدات إلى المحتجين هذا وانتقد الرفض المتكرر لحل الدولتين بوصفه غير مقبول مشيرا إلى أن حرمان الشعب الفلسطيني حقه سيطيل أمد الصراع الذي بات تهديدا خطرا للسلم والأمن الدوليين هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياه قد أكد موقفه الرافض لإقامة دولة فلسطينية وأيده في موقفه إطمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي في منشور كان على منصة أكس مع هذا الخبر من صحيفة الشرق الأوسط نصر إلى ختام هذه الجولة على أبرز أخبار العالم المملكة لهذا اليوم نلقاكم غدا إلى اللقاء